الحمد لله رب العالمين أحمده جل وعلا على نعمه ونشكره على فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمد عبده ونبيه وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة رزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة وبعد فهذا درس جديد من دروس كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري نواصل فيه قراءة كتاب الصلاة تفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقينا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضطجع مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وقال سيد ابن المسيب كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك في هذا الحديث جواز الاستلقاء على الظهر وأنه لا حرج فيه وفيه الاضطجاع على الظهر بوضع إحدى الرجلين على الأخرى وأنه لا ينافي حال التواضع وفي الحديث جواز الاستلقاء في المسجد وفي الحديث اتباع الصحابة رضوان الله عليهم لحال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الله إليكم قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتين فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفين نهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج فأتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر ولم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناءهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرن أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فأته فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبا إلا أن يعلن بذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كهرنا أن نخفرك ولسنا بمقرين لأبي بكر للاستعلان قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرض بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ بمكة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين إني قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبت إلى المدينة وتجهز أبو بكر مهاجرا قبل المدينة واستأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رسلك أقم فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم إني لأرجو ذلك فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر فلما أذن له في الخروج لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتين فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر حدث قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فلما دخل قال فلما دخل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله إنما هم ابنتاي يعني عائشة وأسماء قال أشعرت أني قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الصحبة فقال أبو بكر يا رسول الله إن عندنا قتين أعدتهما للخروج فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذتها بالثمن فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما وهي الجدعاء قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قتعة من نطاقها فربتت به على ثم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآب بكر بغار في جبل يقال له ثور فتواريا فيه فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما وهو غلام شاب ثقف لقن فيدخل من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتاداني به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه مولى أبي بكر وكان غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخ عائشة لأمها منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس ثم يسرح فلا يفطن به أحد من الرعاء يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث واستأجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاصب نوائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاثي ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة يعقبانه والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل فقتل عامر بن فهيرة رضي الله عنه يوم بئر معونه ولما قتل الذين ببئر معونه وأسر عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ وأشار إلى قتيل فقال له عمر بن أمية هذا عامر بن فهيرة فقال لقد رأيته بعدما قتل رفعي لسماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأخبرهم عنهم وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلط رضي الله عنه فسمي عروة به ومنذر بن عمر رضي الله عنه سمي به منذرا حديث عائشة رضي الله عنها حديث في سياق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد عديدة ومعان جليلة قولها لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان للدين يعني أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأن أبويها والدها أبو بكر وأمها رضي الله عنها لم تعي عائشة الدنيا إلا وهما على دين الإسلام وفي هذا فضيلة من تقدم إسلامه وفي الحديث من الفوائد زيارة الإنسان من بينه وبينه صحبة في كل يوم لقولها لم يمر علينا يوم إلا يأتين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفين النهار بكرة يعني أول النهار وعشية يعني آخر النهار وفي هذا جواز زيارة الإنسان لغيره في اليوم مرتين وفي الحديث مشروعية الهجرة بالانتقال من البلد الذي لا يتمكن الإنسان فيه من عبودية الله تعالى إلى البلد الذي يتمكن فيه من ذلك وفي الحديث ذكر هجرة الحبشة وما كان من شأن الصحابة الذين هاجروا هناك وفي الحديث اهتمام أبي بكر رضي الله عنه بإظهار شعائر دينه ومن ذلك أنه سعى للهجرة إلى الحبشة من أجل ذلك ومن ذلك إظهاره لشعيرة الصلاة وفي الحديث من الفوائد جوازوا أن يدخل المسلم في جوار غير المسلم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو دولا كما دخل أبو بكر الصديق في جوار ابن الدغنة وفي الحديث من الفوائد تقسيم الناس إلى قبائل يكون لها سادة فقد كان سيدا لألقارة وهم قبيلة من مضر وفي الحديث أيضا جواز سؤال الإنسان عن مقصوده وعما يريد أن يفعله من الأفعال وجواب من سأل عن مثل ذلك وفي الحديث من الفوائد فضيلة تقديم العون والمساعدة للآخرين ومن ذلك وصف أبي بكر بأنه يكسب المعدوم والمعدوم هو الذي لا يدد شيئا وفي الحديث فضيلة الرحم وفيه أيضا فضيلة حمل الكل يعني الضعيف وفي الحديث استحباب تقديم الضياف للأضياف كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل وفي هذا أن من كان كذلك فينبغي أن يعان وأن يثنى عليه وأن يوقف معه في أفعاله الجميلة وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا أدخل في جواره أحدا أعلم الآخرين ونشر ذلك من أجري أن يحترم جواره وأن لا يتعرض لمن أجار وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الإنسان يسعى إلى الأمن من غدر الآخرين أو تنكبهم وإيذائهم له فإن أمن الإنسان في ذلك يعينه على طاعة الله جل وعلا ويمكنه من القيام بأعماله وفي الحديث أيضا من الفوائد مشروعية أداء الإنسان لصلاة الليل في بيته وفي الحديث من الفوائد أيضا أن إظهار قراءة القرآن من أسباب هداية الناس واستجابتهم فإذ فيه من الدلائل والبراهين والمعاني والمواعظ ما يُحرِّك إلى الله جل وعلا وفي الحديث أيضا جواز بناء المساجد في الدور وكما بنى أبو بكر مسجدًا بفناء داره وفي الحديث أيضا السعي إلى إسماع الآخرين من غير المسلمين لقراءة القرآن ليكون هذا من أسبابه نشر هذا الدين واستجابة الناس إليه وفي الحديث مشروعية البكاء عند قراءة القرآن للتأثر بالقراءة فقد كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن وفي الحديث من الفوائد مشروعية رفع الصوت بقراءة القرآن في صلاة الليل ولو صلَّ الإنسان وحده فإنه لم يتقصَّف نساء قريش وصبيانهم إليه إلا لكونه يرفع الصوت بالقراءة وفي الحديث أن أعداء هذا الدين يسعون إلى إسكاة دعاة الحق وعدم إظهارهم لما لديهم من الحق والهدى لما على الحق من دلالة واضحة تجعل الناس ينقادون إليه وفي الحديث من الفوائد أن العبد متى رد إليه جواره استجار بالله جل وعلا وفيه دلالة على سنة كونية جارية ألا وهي أن أهل الحق أول ما يبدأون يكون عندهم ضعف ويكون عند أعدائهم قوة ومع ذلك لا يتمكنون منهم ويجعلهم الله عز وجل ينصرفون عن إسكاة دعوة الحق وفي هذا الحديث أيضا الإخبار بما يراه الإنسان من الرؤية المنامية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن يريد دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان والحرة أرض فيها حجارة سودى منتصبة لا يستطيع صاحب الجمل أو الخيل أن يقطعها وفي الحديث من الفوائد أخذ ما يخطط له الإنسان ويعمل له من الرؤية التي يراها فإنه لما أوري النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية علموا بأن دار الهجرة هي المدينة ومن المعلوم أن رؤية الأنبياء حق كما ورد ذلك وفي الحديث من الفوائد أن المواطنة تختلف في إمكانية عبادة الله عز وجل فيها بحسب ما يكون فيها من الولاية وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الإنسان قد يخبر بما ينويه وما يجدم على فعله في مستقبل أيامه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أقم فإن أرجو أن يؤذن لي في الحديث تأخير الهجرة من ديار الكفر لديار الإسلام لعلة ومعنى وحكمة يعود بالخير على صاحبه وفي الحديث أيضا من الفوائد حرص الإنسان على نفع صاحبه والقيام معه ولذا حبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون معه في صحبته وفي الحديث تجهيز الأسباب التي تعين الإنسان على طاعة الله جل وعلا ولذا جهز أبو بكر الراحلتين وعلفهما مدة وهكذا جهزت عائشة وأسماء جهز النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فيما يحتاج أني إليه في هجرتهما من طعام ونحوه وفي الحديث بيان ما كان عليه الناس في ذلك الزمن من شظف العيش وقلة موارده وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالهجرة قبل هجرته بأشهر عديدة ولذا كان أبو بكر قد علف راحلتين أربعة أشهر وفي الحديث زيارة الإنسان إلى غيره في الوقت الذي لا يكون وقتا للزيارة إذا كان هناك داع يقتضي ذلك فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في وقت لم يكن يأتي فيه لأبي بكر وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز التقنع بالثياب بأن يجعل الإنسان ثيابه مغطية لرأسه وذلك لألا يعرف ومن فوائد ذلك جواز التلثم بتغطية الوجه إذا كان هناك معنى يستدعيه في الحديث من الفوائد فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات كما فعل أبو بكر وفي الحديث الاستدلال بغرابة بعض الأحداث والاستدلال بها على وجود أمور عظيمة قد حدثت وفي الحديث من الفوائد مشروعية الاستئذان عند الدخول فقد استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للدخول على أبي بكر رضي الله عنه وفي الحديث جواز النجوة إذا كان لتحقيق أمر مقصود للشرع المراد بالنجوة الحديث السري والمحادثة التي تكون بين اثنين لا يطلع عليهما أحد من الناس وفي الحديث من الفوائد أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هم أهلك وذلك أنه قد عقد على عيشة رضي الله عنها فكانت زوجته ولكنه لم يدخل بها إلا بعد الهجرة وفي الحديث أيضا من الفوائد مشروعية اختيار الإنسان لمن يصحبهم ليستفيد منهم ما يعود عليه بالخير في دنياه وأخرى ولذا سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة في هجرته وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا أعد شيئا لمهمة لأصحابه جاز له ذلك وفيه أن هذه الهدية إذا كانت عالية الثمن شرع له أن يدفع ثمنها ولذا لما أخبر أبو بكر بإعداد الناقتين للهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذتها بالثمن وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز التولية وهي بيع السلعة بمثل الثمن الذي أشتريت به إذا اشتر للإنسان سلعة وقال لآخر أبيعك هذه السلعة بنفس الثمن الذي اشتريتها به جاز ذلك ولا حرج فيه وفي الحديث من الفوائد جواز إبقاء السلعة المشترى عند البائع مدة من الزمن وفي الحديث أيضا تجهيز المسافر للطعام الذي يحتاج إليه في سفره المراد بالجراب هو ما يصنع من جلد ونحوه ويوضع فيه المسافر الطعام الذي يحتاج إليه وفي الحديث فضل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وسبب تسميتها بذات النطاقين وأنه اسم فخر وشرف لا ضعة وذلة وفي الحديث من الفوائد مشروعية الهجرة وترتيب أمرها ليتمكن الإنسان من إظهار عبودية الله جل وعلا وفي الحديث الاختباء عن الطلب الذي يريد المسلم بالسوء كما اختبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة في غار جبل ثور وفي الحديث من الفوائد ترتيب أمر الاختفاء بما يكون سببا من أسباب عدم قدرة أهل الشرك على أهل الإسلام وفي الحديث فضل عبد الله بن أبي بكر قالت وهو غلام شاب ثقف لق والثقف هو الذي يكون حاذقا يستفيد المعلومة بأدنى سبب سبب يمكن من فهم الأمر بأدنى إشارة تدل عليه واللقن سريع الفهم الذي يستطيع أن يلتقط المعلومة في لحظات وفي الحديث أيضا تلقط أخبار العدو ومعرفة ما يكون لديهم من نوايا وخطط من أجل الوقوف في وجهها وفي الحديث مشروعية استجار الأجر لرعي البهائم كما استأجر أبو بكر عامرة ابن فهيرة وفي الحديث جواز اتخاذ الأغنام والعناية بها وفي الحديث من الفوائد جواز الحديث بعد العشاء وفي الحديث شرب اللبن وقال هنا فيبيتان في رسل أي أنه يأتي إليهم بلبن الماعز التي يرعاها وقوله هنا ورظيف ورظيف هما يعني أنه يريد بذلك الحجارة التي توضع على شكل إينا فيوضع اللبن فيها قال حتى ينعق أن يرفع صوته بغلس يعني في ظلمة الليل قبل طلوع نور الصبح قال ثم يسرح يعني يأتي بأغنامه فيرعاها فلا يفطن به أحد أي لا يشعر به أحد قال وفي الحديث استئجار الأجير من أجل دلالة الطريق وفي الحديث جواز استئجار غير المسلم حتى ولو كان مشريكا من أجل أن يعين الإنسان على بعض أعماله كما استأجر هذا الرجل الهادي الخريت أي الماهر العارف بالطريقة وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز وضع عقد الإيجارة منفصلا عن العمل المتعلق بها فإنهم استأجروا هذا الرجل الهادي المخريت ووعدوه بعد ثلاثة أيام وفي الحديث خلافا لبعض الفقهاء الذين يرون أنه لا بد أن تكون الإيجارة عاقبة وآتي بعد العقد مباشرة وفي الحديث من الفوائد أن المشرك قد يكون مأمونا فيؤمن على بعض الأسرار كما أمن هذا الرجل الخريت وفي الحديث من الفوائد أيضا اختيار الطريق المناسب الذي يسلكه الإنسان لتحقيق مراده ومن هنا سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة طريق الساحل وهو بعيد عن الطريق المعتاد بين مكة والمدينة وذلك من أجل أن يخفي خبره عن الناس وذلك أن قريشا قد وضعت مكافاة كبيرة لمن أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب حيا أو ميتا وفي الحديث ذكر معركة بئر معونة وهو مكان وقعت فيه معركة عظيمة وبعضهم يسميها غزوة الرجيع وفي الحديث فضل عامر ابن فهيرة رضي الله عنه حيث قتل شهيد ورفع إلى السماء ولم يمكن المشركون منه وفي الحديث أيضا فضل الشهادة في سبيل الله تعالى وأن الشهداء يرضيهم الله ويرضون عن الله جل وعلا وفي الحديث تسمية المولود بإسم الرجل الصالح أملاً في أن يحتذي سيرته فإنه عندما يسمى المولود بإسم رجل صالح سابق فإن هذا المولود سيبحث عن سيرة ذلك الرجل الصالح وبالتالي وبالتالي يقتدي به ويسير على طريقته وقوله هنا أصيب فيهم عروة بن أسماء فسمي عروة يعني عروة بن الزبير وكان ولداً لي أسماء بنت أبي بكر وعائشة كانت خالته قوله وأصيب منذر بن عمر فسمي به منذر يعني منذر ابن الزبير بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يعرفنا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا ممن يستفيد منها أحكامها وما تشتمل عليه من المعاني والحكم وسأله جل وعلا لعموم المسلمين التوفيق لكل خير وسعادة الدنيا والآخرة أصلح الله أولادهم وبارك لهم في أموالهم وجعلهم موفقين في كل أحوالهم جمع الله كلمتهم على الحق كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجريهم خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم محمددين محمددين محمددين